انفراط عقد تحالف الأمة المعارض في تركيا عقب الهزيمة في انتخابات مايو الماضي جعل الحفاظ على البلديات التي كسبها حزب الشعب الجمهوري عام 2019 الهدف الأبرز والوحيد في هذه الانتخابات فأحزاب المعارضة تعارض بعضها وتوجه انتقاداتها اللاذعة لشخصيات رأت فيها الكفاءة لرئاسة تركيا قبل عدة أشهر صحيح ان تحالف المعارضة هار ولكن الحزب الحاكم لديه الازمة الاقتصادية التي تقلل من فرص نجاحه كما ان احزابا مؤثرة كحزب الرفاه من جديد انفصلت عن تحالف الشعب لذلك هناك تكافؤ في الفرص والاحداث السلبية لدى كلتا الجبهتين لغة الأرقام يفترض أنها لا تصب في مصلحة رؤساء البلديات المعارضة وعلى رأسها أنقرة واستنبول خلال البحث عن هوية الفائز في انتخابات الحادي والثلاثين من مارس لأن أصوات القاعدة الشعبية لأحزاب المعارضة منقسمة وتواجه تكتلا لأصوات تحالف الشعب الحاكم بمرشحيه المشتركين في كل مدينة كبرى بعد الهزيمة في انتخابات مايو الماضي تبين أن الطرف الذي انهار لم يكن القاعدة الشعبية لأحزاب المعارضة وإنما قادة تلك الأحزاب الذين لم يملكوا رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة وهذا ما شهدناه من خلال جس نبض الشارع خلال الأشهر الماضية الاستراتيجية المتبعة من قبل مرشحي حزب الشعب الجمهوري هي مخاطبة كافة أطياف المجتمع على اختلاف انتماءاتهم السياسية بنفس اللغة الجامعة وتحييد لون أصواتهم في الانتخابات عن ألوان الأحزاب التي ينتمون إليها المنافسة المحتدمة والمفتوحة على كل الاحتمالات بين الأحزاب تؤكد من جديد بأن الحسابات السياسية لا يمكن قياسها بميزان الأرقام من أنقرة عمر أحمد هنا القاهرة عاصمة الخبر